في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجانب الخفي أكثر أهمية بكثير من جانب الشهادة الذي يعرفه الكثير من الناس هذا الجانب الخفي بالتحديد هو الذي يفسره ضمائر الكون على أنه لا وجود لأي شيء إذا لم يوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما يقوله ضمير الكون وهكذا فإن عدداً كبيراً من الكتاب كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم أشادوا وشهدوا على صفاته وأخلاقه العالية التي تكفي لوحدها لتربية كل الأجيال التي تأتي من بعده لاحظ كيف أن مولاي الشيخ أحمد تجان الشريف يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل إجلال فعندما طلب منه تفسير حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل المخلوقات كيف تفسره رد الشيخ بأن العالم الحقيقي لا يحتاج إلى استخدام ألف كتاب لإلقاء خطاب فجملة واحدة كافية له لدعم حجته لهذا السبب عندما أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على القول هو الغيب في الشهادة وكفى هذا ما اقتصر عليه هو الغيب في الشهادة أي أنه تجزيد للغيب في عالم الشهادة موسيقى موسيقى La chaîne de confiance dans la fin des temps